تحتل مصر المركز الثالث في زراعة البطاطس بزراعة 320 ألف فدان تقريبا وفي هذا الإطار تقوم محافظة الدقاهلية بزراعة 35 ألف فدان بطاطس بتزامن مع محاولات تحسين إنتاجيتها رجال وسيدات وصبية خرجوا من بيوتهم مبكرا إلى الحقول لحصاد البطاطس في مشهد معتاد بالمحافظة التي كانت أول من زرع البطاطس على مستوى محافظات الجمهورية بقرية الطويلة في مركز طلخة تحتل مصر المركز الثالث في زراعة البطاطس بالزراعة 320 ألف فدان تقريبا وتتميز بطابع خاص في الزراعة والتسميد والرية وهناك اتجاه لزراعتها بالتنقيط البطاطس عندنا هنا مزارع البطاطس هو مزارع البطاطس ما يتغيرش لأن البطاطس لها طابع خاص في الزراعة طابع خاص في المتابعة طابع خاص في الإرشاد في التسميد في الريف وكل حاجة كما أن هناك جهودا مبذولة لرفع إنتاجية البطاطس حيث يتم العمل على تعظيم عملية وحدة إنتاجية الفدان للبطاطس وتقليل التكاليف وزيادة الإنتاج استقوم الإدارة الزراعية بإرشاد المزارعين والفلاحين لكيفية شراء التقاو المناسبة والعناية بالأراضي والمتابعة الجيدة وعدم الإفراط في التسميد الإدارة الزراعية بالقاس ومدرية الزراعة بالدهلية ووزارة الزراعة بتقدم عدة من الخدمات للمواطنين هي متابعة الأراضي الخدمات كل أي حاجة لأن البطاطس بتحتاج متابعة يومية ودورية من المزارع نفسه لازم المزارع ينزل يوميا للأرض مرة واثنين وثلاثة اتباع الأساليب الحديثة في الزراعة البطاطس برضو من العوامل المهمة بداية من الخدمة والزراعة الألية بالميكانات الوقتية والزراعة والري بالتنقيط برضو بيقلل في التسميد وبقلل في كمية المية وبقلل في الضرر اللي بيحصل للضرر نتيجة الري اللي المزارع بالغمر وبالتالي بيقلل معايا في التكاليف حملات توعوية مكثفة تقوم بها مديرية الزراعة بالدقة أهلية للمزارعين في الإدارات الزراعية والمراكز الإرشادية مع النزول للحقول على الطبيعة للمعاينة والكشف عن الأمراض الموجودة وتوفير احتياجات المزارع الضرورية فضلا عن تنظيم الدورات التدريبية والتوعوية المستمرة للمزارعين للحصول على أفضل انتاجية ممكنة للمحاصيل